يتم استقدامها كعاملة في منازلنا ما قالت سيئنا في تقريرها أنه الآن تأتي إلى هذا البيت الفاخر في بيتي مثلا عندما تدخل ترى الحياة اللي نعيشها تصاب بصدمة فأنت في بيتك تأوي قاتل يعني مع وقف التنفيذ جريمة النحر في وجود معتقد لدى الأثيوبيين هنا ثلاثة نقطة أولى بكر قربان ودخل الجنة ويعرف يوم النحر في أثيوبيا بأنه من المناسبات الاجتماعية ويوافق يومي 12 و 13 سبتمبر قوس ومنها ذبح المواجدينية في الدمام بالسكين كي يجب بالقتل أو بالأحرى النحر بعض أفراد الجالية الأثيوبية وخاصة منهم النساء يعتقد أنه من الضروري تقديم القرابين والأضاحي البشرية بهدف جلب الرزق والبركة والمغفرة حتى يقدم بنتك أو طفلك أو زوجتك أو أمك قربان للمغفرة والرب هذه الخادمة قالت أنهم كانوا يعاملوني أحسن معاملة وأنا ليش حزنانين أنا أرسلتها للجنة هذا اعترافها فإحنا شنوني بنقول عفوا اعتراف الخدم يعني في أغلب جرائمهم ثلاثة قبائل تمسك الجواز من شنو كل شخص في بيته خادمة أثيوبية قبيلة المرسي إذا كان في أوراقها هذا الاسم أو تنتمي إلى قبيلة الهمر أو أومو إذن عندنا ثلاثة أسماء أومو همر المرسي ثلاثة أسماء إذا كان في جوازها أو بطاقاتها أو حتى إثباتاتها رحلها من بيتك حالاً لأنك تأوي قاتل أتى بمعتقد مخالف تماماً بأن يقدم قربان بشري